كوكيز رائع مكرمش ومعلك انتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو وتشوفوا الطريقة والمكاديل انتمنى ان اتبعوا الفيديو من الول حتى الاخر فرجو منطيع السلام عليكم من جديد الفيديو جديد من هذا الفيديو اللي كن في افضل الاحوال باخر الاخر كن احب الجميع المهم كنشكركم كامل الاخوات على الكمنتر ديالكم زويني على اللي لايك ديالكم جزاكم لكل خير المهم الاخوات كلما امتبعكم الفيديو نقول لكم المكاديل اللي سوف نحتاج الى الكوكيز ان شاء الله نسلوه على نبي باش نديل الاجر الله مصلي واسلام وبركة على سيدنا محمد على اهلي واصحابي يا جماعين بسم الله على بركة الله المكونات اللي سوف نحتاج هنا الاساس باخوات الزبدة تكون مارغارين ولا زبدة حيوانية انا عندي هنا زبدة مارغارين بالحرارة نتعلم تبخ دائما المكونات اللي سوف نخدم بهم الحلوية انا عندي هنا ميو ونقم سكر بني لما عندكم يمكن لكم تبدله بالسكر ابيض السكر اللي استعملته هذا مهم من الناس اللي كيكونوا فيها في اوروبا يعرفو صافي الشكلات اللي استعملت انا قلغة رخيصة المهم مهم لكيكون شكلات يكون غيش كاكل داد وصافي الأخوات هنا يوجد حبيبات الشكلات هنا الشكلات قطعتها طريف صغورين يوجد بودرة كاكا والمور يبقى لكم اغتيار هنا يوجد معلقة كبيرة مربع يوجد حبيبات المشماش يوجد حبيبات الملح يوجد حبيبات الملح يوجد حبيبات الملحة يختلفون من الصغير أصبح ملحة جميلة يضع حبيبات المالي يوجد حبيبات الملحة أخبرتكم في مكان محبوظة كاكل حبيبات الملحة 1.5 جرام 150 جرام المارغرين 150 g سقاب ونين 200 ml الزجوم حمق 380 g الزجوم جانبية الزجوم جانبية الزجوم جانبية الزجوم جانبية قريبا على حسب ما كنتينا وشيكي تفيد أخوات واضح معكم بسم الله نستخدم هذه السقر و هذه الملحة التي عندي وصلت على الملحة وضع الملحة واضح لكي تشوش ما مهم الأخوات كنت نتعرف معكم بعد أن القتل فيه جدا كبير وحي تصوت وحركت تصوت عاود المهمة الأخوات عندي 250 جرام تعمال قارين ولا أديروا زبدة حيوانية كيف ما بغيتوا الأخوات أنها كان زيت زيت مهمة مكونات كامل وحال كان خلطوا صابلي هاد مربو لكوفية الأخوات إلا ما بغيتوش كوكيز ديالكم يجيكم معلك ما تزيدوهم شي لو بغيتو بحال كوكيز ديالكم يجريم كرمش وصابي ما تزيدوش هادك معلقان تعم المربو المهمة شوش مماروخ سنتشها كوكيز من كنت ديالس غاداخر بذارك واتقنت شاتا غدنشتني كوكيز ديال المهمة بحال حصلتوا على واحدة للخالط بحال البومادة هاكاك الأخوات مهمة قطعت معكم هنا فيديو ما بغيتش يجيكم طويل صافي هنا يشكلتكم إذا ما بغيتوش تديروا شكلتها هكاك قطعتها بحال مكعبات صغورين ديالوا ببيت شوكولة هنا يشكلتش حال ما بغيتو تديروا الأخوات يبقى لكم الاختيار لان انتمك يكون عندي 180 جرام هنا يخذت جوجم على الكوكيز ديالكاكاو غربلتهم الأخوات باش نتفادوا هذك الكويرات وصافي تتعرفوا شوية كاك ومن كي يبرت كي يكونوا في واحد كويرات هكاك شوية صعبين باش مهمة تخلطوا معانو صافي صافي كان غربلها هذك كاكاو عندي هاتمك الدكاكا ندت معي الأخوات 750 جرام انتم من غد ديروا الدكاك المبتدئات المهمة كيعرفوش ديروا الدفوعات ما تديروش دفعة واحدة وصافي هنا يخذت معلقة صغيرة قوتكم ديال خميراتها الحالويات إلا عندكم صاشي اللي في 7 ولا 8 قام ديروا واحد صاشي انا هادية في 15 ولا 16 كرام المهم قسمتوا علاجوش صافي المهم كان اخوذ الدكاك الأخوات اللي غربلتوغ من قبل صافي كان خلط قوتكم بالأصابيع ما كان عجنوش هاد هاد كوكيز ديالنا مهم بحال طريقة تعصابلي ما كيكونش العاجين خفيف بالزهي ما كيكونش قاسح المهم شوي يخفيف على صابلي وصافي الأخوات صافي كان خلطو الطريقة سهلة ضغي ضغي كيوجد معاني الأخوات صدقوني ضغي كيوجدوك يجي ألد من هادك اللي كان شريه ولي كيكون جاهز وما فيش الماول المحافظة ما فيش المهم بسكور بززاف آآ نكن ديروا فالمهم غتشوفوا معاي من بعد المهمة كنحقكم شو المراحل هنا يكن بعد كن نخلط في هادك شكلات اللي قطعتو قوتكم قطع صغوري صافي كان تخل في هادك شكلات المهم الأخوات هنا يبغيتو تزيدو القرقع بغيتو تزيدو النوازي اللي بغيتو تزيدو في هاد كوكيز ديالكم يبكاليكم الاختيال أخوات زيدو اللي بغيتو في هاد كوكيز كي يجي ما شاء الله هنا يا قوتكم صافي نجمعتو صافي غنقورو هنا يا قويراتو صافي كنوريكم العاجين كيكون ما كيكونش واحد العاجين كيكونش كاز حفزة ما كيكونش كفية صافي غنقورو هنا يا أنا غاد ناخد العبر من هادك المعال كانت على قلاس انتم ما بغيتو تزيدوهم باش يجيكم قد ينساوي المهم قد قد ديرو البيزة اللي بغيتو تاخدوا العبر بواحد المعال كاوكي ما بغيتو الأخوات أنا هنا يا غن ديرهم كباورين غنبسطهم شوية الأخوات ممكن نقوروهم بحال هاكي كنبسطهم ممكن نوريكم هنا غناخد العبر بهاد المعال كاوكي ما بغيتو المهم طريقة سهلة وكي نرحب للناس الجداد كي نقولكم مرحبا ألف مرحبا إلا ما شاركتوش في القناة شاركوا فضلا منكم وليسامنا باش يوصلكم كل ما جديد باش تقبل عائلة دينا وان شاء الله دلنا ما تنسونيش بلاك ديالكم باش تشجعوني جزاكم الله كل خير المهم الأخوات هنا يا عندي اللاطا اللي فرش ليها بابي كويسو إلا ما عندكم مش رشو عليها الدقيق وصافي وعندي الفران سخون المهم مشوش متواند غالي نجل نسينيكو فران السوق اصر شغل انو فران المهم مرحبا كنتشو روش نتخسان حانو كنتشو صافي المهم نشو بدا استعمال خططي كويسو صافي عنا الفران الاخوات السخون الفران ديالكم يكون على 180 درجة كياخد منكم واحد 15 عشان التقايق المهم ما يتحرك الشينا غا تشوفوا معي بحال هذيك الشكلات تشوت معي لاش عندي المشكل في الفران ديالي الفران ديالي ما تعرفوا فوقش سخون ما تعرفوا فوقش باد المهم غا نبسطو هنالاخوات أخاها هناليا بحال كنت نسيت ولكن بعد من اقتعت معاكم فيديو ما بغدش فيديو يجيكم طويل هناليا يكنزينو بهات بيبيت شيكولا الا ما عندكمش هات بيبيت شوكولا اا قطعو الشكلات هكيك صغيرة وكتديرو نفس الطريقة كتخشوف هات كوكس ديالكم كتعرفو باش يكون هكي كيكون مزيين هاتك الشكلات وكيكون هكي كيبغوا الدلاري بحال لمني كيكون مو يمفيش الحاجة اللي في هاتك الشكلات وكيجيب انين مع نيس كافي ولا مع كابتشينو ولا مع الكهوة ولا كل واحد اه الوليدات مع الحليب هي يطلبوا واحد اللونشبوكس هكي من دراسة مع شوية اكوه هنلا ديرو الجوج الادرتهم صغرين ديرو لليهم جوج سيحتوي بسيحة بسيحة حال تقول مشي حاجة بصداثيات لكم حسن من هذه اللي كنشريو سيقول محبب هناليا يرى يرى بصطوم شوية موهم أخوات سرحتو موهم نحن المؤie تتحدث بيتمشي كارسقط كوكيزيانا بوم بالأخاوات المهم الأخاوات هنا حاولوا ما تقربوش الكوكيز ديالكم بحال وريدكم هنا من ادخلوا الفران الفران ديالكم قوتكم يكون مهمة كيكسخون على الميوت 80 درجان عندي الفران ديالي شوية عيال بحال هذك اللطا يخلي بحال هذك شكلت شوية المهم تحمر شوية بزايد هنا يخرج معي واحد الكيمية ما شاء الله 47 حبان ما شاء الله ما شاء الله يخرجكم واحد الكيمية المهم هنا سوف نجمعهم نضيفهم في العلبة اللي سوف نحطوا عليهم باش ما يبردوش قوتكم إلا بغيتو هاتفوا في زيالكم يجيكم غيم كرمش وصافي ما تزيدوش هذك المعلقات انا هنا نقسم معاكم وحتى شوفوها في الداخل ما شاء الله يجي معلكة ومبرر كيجي مكرمش نتمنى ان شاء الله تجربو وتردو عليا في التعاليك بحال كيكديرو معايا ديما ان شاء الله ونشكاكم بززاك شكر كليل فلحق ديالكم لأخوات الغاليات ديالي نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش علي بلاك ديالكم جزاكم لكل أخر باش تشجعوني ان شاء الله نزيدكم من وصفات لأخوات ومبرر كيجي معكم اي حاجة من بخلع عليكم بوالو المهم كيجي ماشاء الله كيجي لدي لأخوات مع نسكافي ولا مع الكهوة ولا اللي بغياتي ولا الوليدة مع الحليب المهم كتعرفوا الحاجة اللي وجدنا في الطال مشي الحاجة اللي شريناه مهم شوش ما يتزم شاء الله الصباح كيجي زامر ومشي تخصين شدي سمعلك كثيرة غذاخر واتكن شديد غنجش لنقو في التير لمنخصين تديس مكرم شوها المهم كتوال انت عظم خاكي الكنتاني تفق خاكي الكنتاني تحبوش المهم تتخ المهم جافار خاكي الكنتاني تفق ومشي تسوار خذالي تفق فيديو تازير عشانك سخص الصوت المهم الأخوات كنت كان نهضر معكم هنا يوم باشاة نلقت فيديو جا طويل وصافحي تصوت المهم اتمنى تقبلوا على الفيديو وجيت خفيفة يفعلك لكم وكنشكلكم بزاف حال ديمان شكرا في الحق ديالكم اتمنى الى اول مرة كتشوفوا القناة تعجبكم محتوى شاكوا فضلا منكم وليس امران باش يوصلكم كل مجادل المهم كنتشوفوا معايا كيجي ما شاء الله لكم في زيانة المهم نخليكم في امان الله وحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة